السلام عليكم أنا تالا الغامدي لعبة كرة قدم بريك جيد إيغلز ألعب في مركز الضهير الأيمن سارى حب لعبة كرة القدم في دمي منذ صغري وعندما كنت ألعب مع أقاربي في السديسة من عمري في المنزل زادت علقي بها وشاهدت نفسي فيها هكذا كانت تصريحات اللاعبة تالا الغامدي عند استضافتها في برنامج صدى الملاعب على قناة MBC تالا الغامدي هي لاعبة في مركز الضهير الأيمن مع فريق جيد إيغلز تعشق المستديرة منذ طفولتها وتعمل على تطوير نفسها لتمثيل المنتخب السعودي والاحتراف عالميا رغم أنها واجهت صعوبة في البداية بسبب قلة الأكاديميات المهتمة بكرة القدم النسائية لكنها باتت تزداد الآن يوما بعد يوم اللاعبة الفائزة مع فريقها ببطولة دوريين والمركز الثاني في بطولة الكأس على مستوى المملكة تطمح للاستمرار وتحقيق بطولات أكثر وهي تعتبر مركز الضهير الأيمن يجمع بين الدفاع والهجوم ويساعد كثيرا على نجاح الفريق تالا التي لقت دعما كبيرا من عائلتها عندما كان اللعب في دور نسائي حلمها تمكنت من تحقيق هذا الحلم خاصة بعد ظهور المواهب النسائية المتألقة في المملكة ودعم الرياضات النسائية مثل أعلان نادي الوحدة رغبته في تكوين فريق كرة قدم نسائي إلى جانب برنامج رخصة التدريب الذي أطلقته وزارة الرياضة لنساء كما أثنى التالى على دور الإعلام الرياضي الذي بدأ يصلط الضوء أكثر على الرياضات النسائية أما المثل الأعلى لللاعبات السعودية فهو تريند أليكساندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي لكونه يمثل الطريقة العصرية للاعب طهير الأيمن برأيها وعن ميولها المحلية فتشجع تالا نادي الاتحاد تأثرا بوالدها ولعبها المفضل في النادي هو سعود عبد الحميد لكونه يلعب في مركز الظهير الذي تلعب فيه وصفة إعجابها الشديد بطريقة لعبه وتمنياتها بأن تقتدي به في الملاعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر